السلام عليكم اليوم على قناة حيدا الإلكترونيكس اليوم عزيزي المشاهدين سيكون فيديو مهم جداً لأنه بدي أحكيكم وعرفكم على العملات الرقمية اللي أنا مستثمر فيها وطبعاً بدي أحكي كم تفصيل بخصوص هذا الشأن طبعاً أنا بشو مستثمر؟ أنا مستثمر أكيد بالXRP أنا أعتبر من XRP Army XRP الأبدي XRP اللي ممكن أنا بيع بعد خمس سنين أو عشر سنين أو يمكن ما بيع فXRP عندي حوالي 1350 حبي بالنسبة للعاملة الثانية اللي هي DOT DOT عندي منها مية وعشرين حبي واثنينتهم موجودين باللجر هولي استثمار مش لعب هولي استثمار أما اللعب فأنا عم بلعب بالوكس بي طبعاً الحال حالياً بالنكياني نيوكاين ناتورك بهولي العملتين شو يعني لعب وشو يعني استثمار استثمار أنك أنت تخلي العملة نايمة طلعت نزلت ما لقى عليها ما تسأل عنها نايمة هيدا ما لقى عليها ما استثمار أيضاً أحد تشترى الزم٣ بمية دولار ونطره عالستين ألف دولار باع على الرأي يعني بسنا أياما عنده صبر بدأ صبر أصلى أما بالنسبة للعب اللعب هو المبلغ أنا nogناق 9 والألف ومائة دولار ألف ومائة ومائة دولار عم بلعب فيهم طلوع نزول طلوع نزول كذوق اللعب يعني أوكي منهم فين عزيز ابعت اكس ار بي اكس ار بي اكس ار بي ما في مشكل بالموضوع فعندي استثمر وعندي لعب الاثنين موجودين بحال طلع هيدا نزل هيدا عزيز بهيدا هيدا خطتي أنا أوكي هل أنا بستعمل كلمة الستوبلوس يعني مثلا لما حتحطوا تفوتوا على المنطديات بتحطوا نصحينكم بعملي حاطين استوبلوس على لما يصير هالأد أنا ما بحط استوبلوس أنا بشتغل لمت بدون لمت استوبلوس ما في لوس أصلا تعني طالما المصاري موجودين انت قادر تدعم باي وقت فما في شي اسمولوس بتدعم 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 تدعم طول الوقت وما بتطلع مننا إلا ربحان تعملها تطلع كاللاتا بتطلع ربحان يعني هيك ما بتطلع اوكي طبعا مش نصيحة مالية هل هيدا الطريقة نافحة ولا لا صراحة هي الأقل وجع للراس أنا أترى الى السمت لا يطلع أو السمت لا ينزل او واحد حاط 50 دولار منا نكون واقعيين شوية 50 دولار لا تعمل لك ملياردار أنا هلأ حاط 3500 دولار لم تكن استثمار ولا لانكن لعب أنا حاط حول 3500 دولار على الزبط وفي 500 دولار جهزة تحطى على الأرض لما بعد ينزل السفو ما في مشكلة عادية بس لما حدا نحكي computing لك من 50 دولار حتصين ملياردار بتصير ملياردار اه بس من بعد ما تتشاهل من بعد ما تلعب طلوع نزول طلوع نزول مثل ما أنت بدك لا مدت عشر سنين لوقتها ممكن يسير معك مصاري كل ما كبر المبلغ اللي أنت حاطته باللعب طبعا بحكي على الاسبوت هون كل ما أنك توصل تسير معك مصاري فهي أسهل بحال طلع أسهل وقت أقل لما يكون مبلغ قليل بدك وقت أكبر وهذا ليس من مصلحتك لماذا؟ لأن الوقت الأكبر معناته مصروف وعيلة ومشاكل السؤال الثاني طبعا بالنسبة للمائنينج بالنسبة للتعدين هل التعدين مربح؟ يعني بعد النسبة للسؤال هل التعدين مربح؟ وطبعا أنا عم بحكي هوني كمان على لبنان يعني إذا أنت برا عم تجي الكهرباء 24x24 اللي عم بتطلعه ما حيكون محرز مش بحق الكرت يعني ما حيكون محرز صراحة أبدا بين الكلاسيكو وبان الإيثيريوم البي او يو بروف اوف وورك وبان الريفن اللي ما بيطلع ملنا شي صرت أنت عرفاضي يعني صرت أنت شارع عرفاضي اللي صار أخبركم الخبرية صارت معي أنا عشتريت رج هيدر رج كلفتني مبلغ وقدره عم نحكي نحن فوق العشتالاف فتات عشتالاف دولار من بعدها بعد ما صارت أزمة الكهرباء أنا بعت الرج بعت الرج لسبب غير واحد لأن أنا شاطر بالبورثة وبالبيع والشراء وبالويننس أكتر مما موضوع ظن متابع الرج طول الوقت وما بيعنيني الموضوع ما بيعنيني أنه طلع عشرة دولار باليوم أنا قادر كيب ألفين تلتلاف دولار باليوم ولا فتفرق معي ليش بدي أعض أنتر فما بالكم لما نزل الهاشريت وراحت الكهرباء وبالبنان صرت لأموة صعبة صراحة أركني إياهم بالبنان ما عنا كهرباء نحن حاليا 24 ساعة بلا كهرباء سابقا كنا بلا مازوت وبلا بنزين هذا الوضع إخواننا العرب إذا بيعيشوا يوم كامل أو يومين منه بيفقدوا عقد تمام هذا الشعب كامل عايش وعادي متأكل طبيعا مرة فترات والفترة الماضية طبعا هذه الفترة ما فيها الكهرباء بس فيها أنا في يول الحكومة العرائية نحن بلبنان دولة عربية وحدة يلي ساعدتنا وحدة ما عم بحكي على السياسيين يلي نهبوا المصريات يلي مثلا دول خليجي بتبعتن وهن بينهبوا المصريات والشعب ما بيشوفها فما بيكون الشعب شاكر لهالدول الخليجية أصلا طبيعة الحال وهذا شيء طبيعي الشعب ما واصله شيء بالعكس هول السياسيين عم يقرطوا هول الدول يعني مثل ما بنقول عم يقرطوهم بالمصاري يعني عم يأخذوا منهم مصاري الحم لله عم تقرط مصاري عم تسرق عم يسرق عم يسرق الحكام الخليجيين وأكتروا مش عارف أنهم ينسرق منهم لهولي ومفكر أنهم يوصل للشعب وهم يوصل للشعب شيء أنا حقلكم ما هي الأمور التي وصلت بالضبط للشعب بالضبط الجمهورية الإسلامية يعتمز العراقيين يعتمز 2 مليار أو 2 مليار 2 مليون طن فيول لما عمل الكهرباء يعني اجت الكهرباء عندنا حوالي الخمس ساعات او الاربع ساعات هولي الاربع خمس ساعات اسمهم انه الشعب العراقي والحكومة العراقية قرر يتتقدم فيول لتضوي للاطفال ليحضروا رسوم للطفل اللبناني يعيش مبسوط ومرتاح وكله تمام ولما ينقطع الكهرباء من الدولة انه لا يكفي الاربع ساعات او خمس ساعات عندما ينقطع الكهرباء العراقي يأتي المزاوط الايراني ويشغل الموتيرات اللي هن موجودين بالاحياء فبضوه اضافة لعشرين ساعات وهلوم مجره يعني من الساعات يعني حسب في حدا بيعته عشرة في حدا بيعته عشرين خمستاش عشر فبكون المزاوط الايراني عم بضوه كل بيت وكل طفل وكل شخص وكل فقير عايش ناطر لمبة دا ولمبة الايرانية والشعب الايراني ضوالها اللمبة بينما الدول كلها تخلت عنها العراقية ضولها البيت وضولها تلفزيون للطفل يحضر فالشكر الجزيل للشعب الايراني والحكومة الايرانية والشعب العراقي والحكومة الايرائية دعنا نكون صراحين جدا بهذه الأزمة ما حدفتنا بهذه الأزمة ما حدفتنا لهك صار في معاناة بموضوع التعدين هذا مختصر الكلام اللي بديو أصلي صار في معاناة بموضوع التعدين ما عايش فيك تعمل انقطاع الكهرباء وعدم ماجهة 24x24 هو ينصف موضوع التعدين من الأساس لو كانت عام تجي 23 ساعة ريه لازم تجي 24 كرمال التعدين يكون مربح وما تقطع ما لازم تقطع الهاشتيت ما لازم يقطع الله يهونا علينا على الشعب اللبناني موضوع الكهرباء الله يهونا على كل الشعوب العربية بكل أزماتها اللي عم بتعاني لأنه بعض الدول العربية ما قادرت توقف على لبنان لأنه حالتها ممكن تكون أسوأ حتى من لبنان فحتى هول الدول يشكروا لو حتى ما قدموا شيء للبنان بناية هذا الفيديو عزيزي المشاهدين منكون شرحنا على التعدين هل بنصح فيه ولا لا وأنا أكيد لا ما بنصح فيه للتعدين طبيعة الحال والأمور اللي أنا مستثمر فيها حاليا وليش دوت لأنه قوية لأنه ناطرين لتربح القضية أنا استثمرت فيها لأنه على قضية وناطرين لتربح القضية لنعمل الأموال الكبيرة بإذن الله هيا مش نصيحة من لي عم بيحكي أنا عن حالي أوكي ومثل ما قلت لكم بلعب الواكس فيه حاليا أي شيء حابين تستفصروا وإحكي عنه فيديو كمان أنا جاهز بقية وقت ما فيه مشكلة عزيزي المشاهدين من هنا هذا الفيديو ما تنسوا من اللايك وشارك وشارك بتشكركم للمشاهدة بزير رب العالمين ديمان إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر